اشتركوا في القناة من قبل المشاركين حيث تم تأكيد على اهميتها لما تشكله من تحديات خطيرة لامن الدول واستقرارها ومستقبل شعوبها وعلى ضرورة مواجهتها من خلال التنسيق والتعاون على الصعيدين الثنائي والجماعي بين الدول كافة كما تم البحث في العلاقات التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة حيث عرب سمو الشيخ محمد بن بارك آل خليفة والسيدة لستر بيرت عن ارتياحهما لما تشهده من تطور ونماء في كافة المجالات وفي ضوء الزيارة عالية المستوى التي تتم بين البلدين الصديقين حيث تم التأكيد على الحرص على تنمية وتطوير مجالات التنسيق والتعاون بين البلدين لما فيه خير وصالح شعبيهما الصديقين كما عبر سمو الشيخ محمد بن بارك آل خليفة عن تقدير مملكة البحرين للموقف البريطاني من القرار الأمريكي بشأن مدينة القدس وتعارضه مع قرارات مجلس الأمن وشرعية الدولية ترجمة نانسي قنقر